اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نحتفل في هذا اليوم بدكرة فاتح ماي التي تأتي في ظل ظروف اجتماعية والسياسية واقتصادية صعبة جدا وتتميز بالتأزم نظرا لعدم استجابة الحكومة كسابقاتها للمطالب العادلة والمشروعة للطبق العاملة وعموم المواطنات المواطنين في الرفع من الأجور وتخفيض من نسب الضريبة والإعفاء من نسب معينة منها وعدم التفاعل مع متطلبات الحياة الكريمة التي يسعى إليها المواطنات المواطنون في ظل هذه الظروف نحتفل في هذا اليوم ونحن كلنا أمل في نضالنا والمزيد من النضال من أجل إسقاط الفساد ومن أجل تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة ومن أجل ضمان حياة المستقبلة فيها عيش كريم لكل المغاربة والإعفاء من فاتس أحمّي يمكنني تطلب الحقوق للعالم الكامل كنت تطلب الحقوق للإنسان الذين أنا كنت طلب الحقوق للصفة بزاف ديال الحوايج ديال التاقع ديال كونجي مهاني مضغط بزاف ديال الحوايج الناحية ديال ريزيتا بقي مدينة طنجة أرخص تاكسي بقي تسامن راخص دياله ما عيش بزاف غالية بزاف علينا الله سلعو الإنسان كاري عنده وليداته ومدرسة يكي خرجه يخدم صيمانة إن شاء الله كي يجي فيها بيشي 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 تحقق الحلم دياله وليداته ومكاينشي وكين واحد الحاجة مسألة ديال الدماج الشيماعي كان خلصوا 180 درهم هذه مغساش تقول لنا احنا يا تكون الباترونيز لعقاش هما عطوا الدعم الباترونيز في الحين كانوا يفكرون يعملوا في الحين هما الباترونيز خلصوا 180 درهم مشي التاكسي خلص 180 درهم ما نخدم حال متسلك شركة ياللي كتساكت خلص الدعم عطواهم الباترونيز حنا مشبرنا شي الدعم ها سنخلص 180 درهم مرة قدامين مرة يقالسي وكانت مننا الدولة يشوفوا في الحقوق ديالنا اللي كان طلبوا بزاف ديال الحقوق يسهلون فيها لنا نحية ديريزيتا وبزاف ديال الحوايج ويعني جينا نحن نعبره على السياء ديالنا صراحة ما هذا الشي اللي وقع في تاكسي صغيرة يعني وخال موضوع يعني مشي تقوى هذك بالضبط وبغينا تسعيرها صراحة تزيد وبغينا قوم بشين قدام وبغينا تسمع الصوت ديالنا تهوى وبغينا تشي تنظام بغينا تشي مشي قدام ما بقاوش متهويرين ما بقاوش ماشي فاساد ما بشين تهلوكا وتمنىهم الله التوفيق إن شاء الله يربيه الأسعار والتضخم الذي استنزف قدرتها الشرائية إنها أزمة المعيش اليومي لمواطن عنوانها ارتفاع الصاروخي للأسعار ليس فحسب النسبة للمحروقات بل مواد غدائية أساسية التي أصدحت المطالب ديالنا كان طلبوا زيادة إن شاء الله مع زيادة اللي كنا حاليا مع ركاة عراف المساعدة الخوضار والفلوكي كل شيء كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يزيدونا واحد شوية باش نقدون كافؤد القدرة الشرائية ديالنا وتمشي المسيرة إن شاء الله سلمية ومشيرة سلمية إن شاء الله اليوم فتحنا يعيش شغل الطبقة الشغيلة محتفلة اليوم بالنيضال والكفاع من أجل الحقوق المكتسبة واللي عادي تجيعة وتنكتسبوها جدا من أمعاد الغالاء اللي كين وزيادة في جميع المواد الغدائية والحكومة ما عاتلش واحد الأذن تسمع لنا مزيان بالمطالب لك تطلب جميع النقابات وخصصا تحاد المغربي الشغل وكنتمنى الأذن ساغية وينقصوا النم تيفية وضربة على الداخل وشكرا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد